اشهد معاليا السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب المرسوم الملكي السامي الصادري من جلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة بالعفو الشاملي عن 457 محكوما بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم مؤكدا معاليا ان العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والثابت والرؤية الانسانية والابوية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم والحرص على توفير حياة كريمة لكافة ابناء الوطن وهو النهج الاصيل الممتد والمستمر في ظل القيادة الحكيمة في وطن التعايش والتسامح ودولة القانون والمؤسسات مشيرا معاليه الى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمر والتوجهات الكريمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للتطلعات الملكية السامية وتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين وتقديم المشاريع والبرامج التي تسهم في اعادة تأهيل المحكومين ترجمة نانسي قنقر